وعين سيوجد ويموت سينتهي ويموت في باب اللد في فلسطين ما يلفت انتباهكم هذا الامر الى شيء ايران هناك الرافضة وفلسطين هناك اليهود الان سيخرج من ارض الرافضة ويموت في ارض اليهود اذا اليهود والرافضة هم على قلب واحد ولو اظهروا لك العدى لا يمكن ان تجد الرافضة الا وهم على قلب واحد مع اليهود ولذلك اليهود لما تبحث عنهم الان تجدهم في ايران موجودي في اصفهان سبعون الف يهودي هم الذين سيخرج عليهم المسيح الدجال وينطلقون معه يعيثون في الارض شرن وفساد فيدركه عيسى بن مريم عند باب اللد فاذا عيسى بن مريم رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء فيدركه ويضربه بخنجره ويقول ان لي فيك ضربة لن تخطأها فيقتله فتنتهي فتنة المسيح الدجال يعود عيسى بن مريم الى الارض يدعو الناس الى دين الله في اثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج وما أجوج وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى فاذا هدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض يعني ينطلقون كالأمواج من كثرتهم بشر لا يعصيهم الا الله يعني اقرب لك اعددهم في بحيرة اسمها بحيرة طبرية هذه البحيرة في شرق فلسطين طولها ثلاثين كيلو وعرضها اقصى عرض لها تقريبا اربع كيلو متر تخيلت الان خزان هذا الماء ثلاثين كيلو في اربع كيلو يعني مئة وعشرين كيلو متر بربا هذه البحيرة مليانة ماء يمرون عليها وهم يمشون يشربونها 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 فاذا وصل اخر واحد فيهم يقول لاصحابه يقولون كان هنا ماء مش معنى هذا شربوها ونشفت وهم ما يزالون يمشون كم عددهم هؤلاء عدد مهول فلا يقبلون على مكان الا افسدوا فيه ويهلكون الاخضر واليابس يا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول لعيسى بن مريم انه قد خرج اقوام لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا يمكن ان يقاتلهم ولا يواجههم احد فافزع الى الطور فيذهب عيسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الى الطور الى الجبل ثم يصلون الى ارض فلسطين فاذا وصلوا الى هناك يكونون نشر الشر في كل مكان وافزدوا يعني شرهم اذا الناس فيفزع عيسى بن مريم الى الله ان يخلص الله المسلمين من شرهم وهنا تظهر قوة الله عز وجل يرسل الله عليهم دوت اسمه النغف يتسلط على رقابهم دوت ينتشر فيهم في رقابهم فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة ويتنتهي يأجوج ومأجوج في ليلة الله اكبر ما اعظم الله فاذا ماتوا انتفخت اجسامهم وبدأ يظهر دودهم وروائحهم فعندها يدعو الله عز وجل عيسى ان يخلص الناس بشرهم فيرسل الله تعالى طيورا كاسلمة البخت كرقاب الجمال يعني طيور كبار فتبدأ تحملهم وترميهم حيث شاء الله اما الى البحار او الى اي مكان ثم ينزل الله مطرا لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر الا دخله هذا المطر هذا المطر ينتشر في الارض فتعود البركة الى الارض مرة اخرى التي كانت في عهد ادم عليه الصلاة والسلام من وصف البركة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجتمع القوم والقوم اللي هم من ثلاثة الى تسعة تسعة رجال يستظلون في قشر الرمانة ليس في قشر في ظل شجرة الرمان لا الرمانة نفسها من حجمها وضخامتها ان سبعة رجال يجلسون تحتها من شدة البركة التي تنزل في الارض يقعد عيسى بن مريم سبع سنوات يقسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الى التوحيد فيدخل الناس في دين الله افواجه ويحج بيت الله ويعتمر ويجلس سبع سنوات والارض كلها اصبحت تعود الى الدين افواج افواج مع خير وامطار وبركة تخرج في الارض تعود يعني الارض بكر كما كانت جميلة ثم يموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الان انتهت ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى بعد ما يموت عيسى ويكون الناس ارتاح واطمأنه يعود الشيطان مرة اخرى يفسد في الناس ثم بعد ذلك يعود الناس الى الضلال فيخسف خسف في شرق الارض يتحدث الناس فيه الخسف ما هو مدينة كاملة يخسف بها في ليلة الواحد فيبحث عنها لا توجد يعني ما هو خسف بسيط لا خسف يتحدث في كل الناس وبينما الناس يتحدثون في ذلك الخسف هذا العلامة الرابعة اذا بخسف اخر في غرب الارض ثم خسف اخر في جزيرة العرب الان كم علامة ست علامات من علامات الساعة ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والارض يغش الناس كما قال الله عز وجل يتعذى منه المؤمنون كالزكمة مثل الحساسية ويتعذى منه غير المؤمنين عذى شديدا هذا الدخان يغش الارض كلها كل الارض يغشاه هذا الدخان يعني ليس دخان اغبار في منطقة لا كل الارض ثم ينقشع هذا الدخان هذا الدخان هو انذار لآخر ثلاث علامات وهي التي قال الله فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الثلاث الأخيرات هي الختامية السابعة أو عفوا الثامنة اللي هي أول الثلاث الأخيرات أن تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها لها تخرج دائما من مشرق الآن تخرج من المغرب وبمجرد ما أن تخرج الشمس من المغرب تضع الملائكة أقلامها فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع خلاص انتهى الآن بدأ التجهيز ليوم القيامة تخرج الشمس في بعض الروايات أنها تخرج ثلاثة أيام متتابعة تخرج ثم تخرج ثم تخرج ثم تعود تخرج من مشرقها كما كانت بعد ذلك الناس خلاص الآن تجلت لهم العلامة وبدأ الرعب في الناس بدأ الخوف بدأ اليقين خلاص ما فيه لا صلاة ولا عبادة ولا طاعنتها ثم تخرج داب تكلم الناس كما قال الله عز وجل تدور في الأرض هذه الدابة في حديث ضعيف أن من واجباتها ومهامها أنها تسم الناس يعني تحط عليهم وسلم هذا مؤمن هذا كافر هذا مؤمن هذا كافر تلبث فترة ثم تموت الداب ثم تخرج آخر علامة من علامات الساعة الكبرى وهي نار تمشي مثل السيل فيها روايتين أنها تخرج من بحر اليمن من الجنوب وفي الرواية الأخرى أنها تخرج من شرق الأرض المهم أن هذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يعني إذا جل الظهر وقفت إذا جلل وقفت وإذا انتهى الليل مشت والناس تهرب منها سيل سيل حميم نار تسوق الناس تجمع الناس كل أهل الأرض يجتمعون في أرض محشر الدنيا وهي الشام فإذا اجتمع البشر كل البشر اجتمعوا في أرض الشام يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحرير لا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرة تمشي هذا الريح وتقتل تقتل تقتل فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض ويرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فكيف تقوم الساعة صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيم واضع للبوق في ثمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة فينفخ الصور نفخة واحدة صعقة نفخة قوية صوت شفت البرد شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها صوت رهيب جدا كل من يسمعه يصعد مباشرة يبدأ هذا الصوت أول من يسمعه رجلا يلوط حوض إبله فيموت يرتفع الصوت ياس يتبايعون يموتون يرتفع الصوت يمر الصوت كده يمشي مثل الريح السريعة فلا يسمعه أحد إلا ويموت ويبدأ الموت في الناس يبدأ الموت الصوت يمشي والناس تموت 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 البهائم تموت الدواب تموت البشر يموتون والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة فإذا مات الملائكة اضطربت السماء والصوت يرتفع والسماء تبدأ تمور السماء مورا تبدأ تتقلب تكون وردة كالدهان النجوم تنكدر الشمس والقمر يصطدمان السماء كانت محجوبة ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض ثم بعد ذلك تتفجر تتزلزل تدك الأرض دكاً دكاً وتتفجر الأرض ببراكينها فتمشي البراكين إلى البحار فتسجر البحار نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر والناس تصيح ما لها ما لها والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله ونوفق في الصور فصاعق من في السماوات والأرض كلهم يموتون إلا من شاء الله من هم؟ الله عز وجل ينادي ملك الموت من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير لم يبقى إلا أربعة لم يموتوا فيقول الله لملك الموت اقبض أرواحه فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يسأل الله ملك الموت من بقي فيقول لم يبقى إلا عبدك الفقير فيقول الله له موت فيموت فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه ثم يرجفها ثلاث رجفات ومع كل رنش فينادي لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد الغهار وتنتهي بذلك الدنيا كلها ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي